موسيقى قرراني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بانشاء قوات درع الوطن وتعين قائد لها موسيقى الامين العام للمجلس المحلي بحضر موت تلتقي وفدا امنيا من الاشقاء بمملكة العربية السعودية موسيقى تنفيذي شبو يشيد بمستوى تحصيل الموارد العامة موسيقى السيدة والسادة في كل مكان اهلا ومرحبا بكم نشرة اخبارية جديدة من تلفزيون حضر موت الى خبرها الاول حيث صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 18 لسنة 2023 والذي قضت المادة الاولى منه بانشاء وحدات عسكرية تسمى قوات درع الوطن وتكون احتياطي القائد الاعلى لقوات المسلحة ونصت المادة الثانية من القرار بان يحدد القائد الاعلى للقوات المسلحة عرد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في امر عمليتي يصدر عنه وقضت المادة الثالثة بان تلتزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجهات القائد الاعلى للقوات المسلحة في منصة المادة الرابعة والاخيرة من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريرة الرسمية والنشرات العسكرية كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 19 لسنة 2023 حيث قضت المادة الاولى منه بتعين العميد بشير سيف قائد غبير السبيحي قائدا لقوات درع الوطن ونصت المادة الثانية والاخيرة من هذا القرار على العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريرة الرسمية والنشرات العسكرية ناقش وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي في العاصمة المؤقتة عدن مع محافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح احتياجات محافظة الضالع من مشاريع الطرق كما اضطرق اللقاء الى مستوى انجاز مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا في المحافظة واكد الوزير الحريزي الى الحكومة ووزارة الاشغال الاهتمام بتنفيذ المشاريع كافة في المحافظات كافة ومنها محافظة الضالع واشد وزير الاشغال على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال مشروع الشعيب الضالع الذي يبلغ طوله 24 كيلو مترا وغيره من المشاريع لافتا الى ان المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ عرد من مشاريع الطرق في الضالع لتسهيل حركة تنقل المسافرين والمواطنين وتخفيف معاناتهم هذا وتطرق المحافظ مقبل الى احتياجات المحافظة من المشاريع ومنها الطريق الدائري الشرقي الضالع والشرقي قعطبة وطريق عدن حمادة وتأهيل الطرق الداخلية مشيدا بجهود كافة القائمين على تنفيذ المشاريع في الضالع اعقد مجلس ادارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن دورة اجتماعاته الاولى لهذا العام 2023 برئاسة محافظ البنك احمد احمد غالب لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول اعماله وفي مقدمتها مجمل التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022 وتطورات الاوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الاولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي كما ناقش الاجتماع نتائج التنفيذ الفعلي الاولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي والموقف الاول لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية وافاق تطوراتها المستقبلية في ظل السيناريوهات المختلفة التي تفرضها تطورات الاحداث وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان المختلفة ومنها بلادنا الى جانب تأثيرات الحرب المستمرة في جوانبها المختلفة على اداء الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين وجدد مجلس ادارة البنك المركزي دعمه للاجراءات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من تلك الاثار وتفاديا لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والاسعار ودعا المجلز يميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك المركزي الى الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح المقر والعمل بتمناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة اللواء ركن محمد مساعد الامير في العاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم الجديد لبرنامج الامم المتحدة الانمائي اليوندبي في اليمن زينة علي بحث تعزيز اوجه التعاون والتنسيق المشترك وتطوير البناء المؤسسي وقدرات كوادر وزارة الداخلية واشهد الوكيل الامير بانشطة برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهام البرنامج الانسانية والانمائية هذا وتطرق الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي اليوندبي الى نشاط البرنامج واعماله في اليمن مشيدا بجهود وزارة الداخلية في انجاح جهود البرنامج الاممي الانمائي ترأس الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح عبود العمق بالمكلة لقاء بإهنائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حسين المجدلي وعرد من اعضاء اللجنة لمناقش استقيم الوضع الانساني بالمحافظة واكد الامين العام ان محافظة حضر موت تعيش مرحلة للوئام الامني والعسكري والمدني بفضل نسيجها الاجتماعي المترابط وبفضل تماسك اهلها الملتفين حول الدولة المدنية واوضح الامين العام ان السلطة المحلية بحضر موت سباقة دوما لتعزيز دور سلطات الدولة وتفعيل مؤسسة الدولة الرقابية وتطبيق نظام القانون ولوائحة وشكلت نموذج انفردت به عن بقية المحافظات الاخرى واشار نائب رئيس اللجنة المشدلي الى ان زيارة وفد اللجنة الى محافظة حضر موت يهدف لعقد العديد من اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني وعمل نزول ميداني لعردم الادارات والمنشآت وزيارات ميدانية الوقوف امام تقييم الحالة الانسانية بحضر موت التقى الامين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح عبود العنق بالمكلة وفدا امنيا وعسكريا من الاشقاء في المملكة العربية السعودية برئاسة اللواء ركن طيار عبدالله بن تحيل الحبابي مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة حيث رحب الامين العام للمجلس المحلي خلال اللقاء بالوفد السعودي ناقل لهم تحيات محافظة المحافظة الأستاذ بخوت مبارك بن ماضي الذي حرص على انجاح هذه الزيارة في سياق تقطير السلطة المحلية لمواقف الاشقاء في قيادة التحالف العربي وتضرق الامين العام صالح عبود العنق إلى متانة العلاقة والروابط الأخوية المشتركة بين بلادنا والمملكة مثمنا دور الاشقاء في قيادة دول التحالف العربي في دعم جهود الامن والاستقرار في بلادنا عامة وفي محافظة حضر موت على وجه الخصوص وأشاد الامين العام بتدخلات الاشقاء في المملكة العربية السعودية في محافظة حضر موت عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي نفذ العديد من الأعمال الإغاثية والإنسانية آخرها سلسلة المخيمات الطبية التي تم تنفيذها في العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة وأشار لواء ركن طيار عبدالله بن تحير الحبابي مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة بالمملكة العربية السعودية إلى أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزى من أمن المملكة والمنطقة واستقرارهما مؤكدا أن الزيارة تأتي في سياق مزاندة جهود قيادة السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار بحضر موت أقر المكتب التنفيذي بمحافظة شبوى في اجتماعه برئاسة وكيل المحافظة علي الكندي خطة عمله للعام الحالي 2023 وناقش الاجتماع تقرير الموارد المالية المحققة خلال العام الماضي مشيدا بالتحسن الملحوظ في تحصيل الموارد العامة ومؤكدا ضرورة العمل على تعزيزها خلال العام الحالي كما ثمن تنفيذ شبوى جهود السلطة المحلية في الضبط والتوريد إلى البنك المركزي وفقا للقانون نظم مكتب الثقافة بمدرية تاريم بوادي حضر موت حفلا تكريميا للفنان التشكيلي يعقوب هبشان حيث ثمن المدير العام لمدرية تاريم حسن جعفر مولا الدويلة النجاحات المتتالية التي حققها الفنان هبشان مؤكدا تشريفه لليمن في المحافل الخارجية وأهمها مشاركته على هامش فعاليات كأس العالم بقطر كما أشاد المدير العام لمكتب الثقافة بمدرية تاريم عبدالله بن حمدان في إنجازات الفنان ونجاحاته مؤكدا اهتمام المكتب بالمبدعين وتقديم جميع أوجه الدعم لهم وفقا والإمكانات المتاحة هذا وأبدأ الفنان التشكيلي يعقوب هبشان ساعدته بالمشاركة خارجيا وتمثيل اليمن شاكرا مكتب الثقافة بمدرية تاريم على تنظيم الحفلة بسم الله الرحمن الرحيم اليوم طبعا سعيدا بهذا اللقاء والتكريم الحفلة التكريم الذي قمته السلطة المحلية بمكتب الثقافة بمدرية تاريم نشكرهم على هذا العمل الجميل يعني بعد عودتي من دولة كتر ومشاركة في فعاليات كاس العالم من معارض والخيمة اليمنية الذي قامت في مدينة كتارة هذا شرف لي كبير والشعب اليمني وحضر موت خاصة طبعا نوجه رسالة السلطة المحلية أن يهتموا بالشباب المبدعين في أي مجال كان في الفنان التشكيلي في الفنان الغنائي في الانشاد في الإبداع في الاختراع يسعدنا في مكتب الثقافة بمدرية تاريم أن ننظم هذه الفعالية احتفاءا وتكريما للفنان التشكيلي عقوب هبشان الذي شرفنا في العديد من المحافلة العربية وبلا شك هذا الحفل يأتي تكريما ولمسة وفاء للفنان عقوب هبشان نؤكد أن مكتب الثقافة بمدرية تاريم يقف دائما مع المبدعين في كافة المجالات البداعية في مدرية تاريم وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لمثل هؤلاء المبدعين الذين شرفونا في العديد من المحافلة ورفعوا اسم تاريم والوطن عاليا بين الدول إن شاء الله تشهد الألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية التزاما نوعيا وجهودا مستمرة تجسد روح النظام واليقظة العالية للأفراد الطابور الصباحي للواء الشرطة العسكرية نموذج يؤكد استعداد اللواء لتأدية كل المهام بكافاءة عالية واقتدار المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي بحسب النظم واللوائح المتبعة في كافة الألوية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية وتطبيقا لتوجهات قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء روكون طيار فائز التميمي قائد المنطقة يتم صباح الأحد من كل أسبوع إقامة الطابور الصباحي لمنتسبي وأفراد لواء الشرطة العسكرية بحضور الأركان والعمليات الطابور الذي يقام في معسكر الشرطة العسكرية وتشارك فيه وحدات الكتيبة الأولى بالإضافة إلى سرية الخماية والقيادة يتميز بأنه يضم كافة ضباط أفراد اللواء في بداية أسبوع جديد مفعا بتنفيذ العديد من المهام والتكلفات العسكرية التي تناط بأفراد وجنود هذا اللواء المهم في منظومة المنطقة العسكرية الثانية في البداية أولا نشكر قايد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فائز منصور التميمي على جهده ومثابرته على رفع مستوى وكفاءة القوات المسلحة وخصوصا شرطة العسكرية وقد بدأنا في وجود خطوات طيبة في تصحيح مسار العمل ونأمل إن شاء الله مزيدا من الدعم لهذه القوة ونقلها إلى المربع الذي نأمل أن تكون فيه من خلال ضبط وربط القوات نحن في هذا العام التدريبي 2023 لنا خطة معدة من قيادة المنطقة ونحن أيضا بالوان خطة مرتبة على المرحلة الأولى الخمسة الأشهر الأولى من العام التدريبي متركزة على تحفيز الأفراد ورفع همتهم وحب وطنهم والقتال من أجل التربة تربة الوطن ونحفزهم دائما أن هذه الفرصة يعني فرصتنا لا تعوض مدام نحن على أرضنا نحمي أهلنا أركاء لواء الشرطة يوجه خلال الطبور جملة من التعليمات والتوجيهات الهادفة لرفع الروح المعنوية والقتالية لأفراد اللواء وشحذ الهمم في سبيل الارتقاء بمستوى الإدراك الحسي للضباط والجنود بمخاطر المرحلة والأخطار التي تحيط بالمنطقة عامة وبمحافظة حضر موت بصورة خاصة كما يتم الاطلاع على مستوى الضبط والربط العسكري ضباط وصف ضباط وجنود اللواء كما يتم خلال الطبور الصباحي تنفيذ الحركات النظامية الرسمية المتعارف عليها في المؤسسة العسكرية لكافة منتسبية اللواء ويتم خلاله الاطلاع الاختياجات للأفراد المختلفة دشنا بمستشفى هيا اليحيا لطبي وجراحة العيون بالمكلة برنامج الطبيب الزائر الذي يستضيف استشاري طب وجراحة العيون وزمالة المجلس العالمي لطبي وجراحة العيون ببريطانيا الدكتور حسن علي المهشم وباشر الطبيب الزائر بمعية الطاقم الطبي بالمستشفى بإجراء الفحوصات والمعاينات للمرضى في العيادات المجهزة والمهيئة بالمستشفى حيث سيقوم بإجراء عمليات التجميل والقناة الدمعية وأورام العين وارتخاء الجفون والحول وعمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء مشاهدنا بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء قراراني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء قوات درع الوطن وتعيين قائد لها الأمين العام للمجلس المحلي بحضر مو تلتقي وفدا أمنيا من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية تنفيذي شبو يشيد بمستوى تحصيل الموارد العامة ولمتابعة المزيد بالنشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الإجتماعي معي آت حضر مو تيفي وين حتى الملتقى دمتم في أمان الله وحفظه